دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صاء بعريقات عدة دول أوروبية وشركات أمريكية وتايلند إلى الانسحاب فورا من العمل في المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية في ختم اجتماعات منفصلة عقدها مع مسؤولين من هذه الدول وتسليمهم رسائل خطية لوزراء خارجيتهم تدعوهم للعمل على سحب شركاتهم العاملة في المستوطنات هذا وطلب عريقات بوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي وشدد على الرفض العالمي لما يسمى بصفقة القرن مؤكدا على أن شركات التي لن تنسحب من العمل في المستوطنات غير الشرعية ستكون عرضة للمساءلة القانونية في المحاكم الدولية وأشر عريقات إلى أن التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بخصم أموال المقاصة والمسي بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبناء وحدات استيطانية على أراضي مطار قلندية شمال القدس هي سياسات إسرائيلية عنصرية تهدف إلى تدمير السلطة الوطنية اشتركوا في القناة